اشتركوا في القناة والعبادات موسم مضاعفة الأجور وهنيئا لكم بأن مكنكم الله من أنواع الطاعات في هذا الشهر الفاضل وأوصيكم بالاستمرار عليها أو على الأقل ترتيب جزء منها في بقية أيامكم فإن رب رمضان هو رب غيرها من الشهور والشهور أذكركم بفرحة الصائم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة في يوم فطره والمراد بذلك يوم عيد الفطر وفرحة يوم لقائه لربه وهكذا أوصي الجميع بأن يحرصوا على استمرار العبادات ومن ذلك عبادة الصيام كصيام ست من شوال فإن من صامها كمن صام الدهر وكذلك أوصي بصيام يومي الاثنين والخميس الأيام التي تعرض فيها الأعمال على الله وأوصي بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنها تذهب وحر الصدر وهكذا أوصي أخواني بقيام الليل فيقومون بالليل في جميع أيام السنة ويعلم بأن من أعظم الأعمال الصالحة المحافظة على الوتر ومحافظتك على الوتر ولو بركعة واحدة خير لك من السنة الراتبة وفي جمعهما الخير العميم والأثر الكبير بارك الله لكم وفيكم وأسعدكم الله هنّاكم الله بعيدكم وهنّاكم الله بأعمالكم الصالحة التي عملتموها في شهر رمضان وأوصيكم باحتساب الأجر والثواب من عند الله عز وجل في جميع الأعمال التي تؤدونها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر